مظاهرة حب غير طبعي بيقولول له مرتضى يعني هو ساعة ساعة الدنيا وهو ماشين كده يروح مسلم الزكا مرتضى حتى انا قاعد اتفرج انا وكابتن جمال وعضاء مجلس الادارة على المظاهرة كابتن جمال حالة حب وقرب حتى في الاحتواء غير طبعية مش عايز اقولك بتصل في بعض الاحيان ان بيعمل مشكلة مثل ايه هو ريح له ودخل عليه في مكتبه او لما بيبقى عاد في وسط الاعضاء تحت في طرابيزة مخصصة لمجلس الادارة وهو بيعد عليها تليقيه رح متجه ليه هو اللي يشتكيله من المدرب يشتكيله من الحاجة جوه النادي والعلاقة ممتدة وطويلة هو قريب جدا من عضاء الجمال العمامية والحياة اللي كان كده كابتن صالح كان قريب اوي للعمال عندنا في الناد الهلي يعني انا كنت بشوفه حاطت ايده على العامل اللي بينظف النادي او الجنين اللي بينظف الجنين فدائما الكبير لما يوصل للناس اللي تحت البسطاء ويحسسهم او يحسسهم ان انا معاكن انا وقف جنبك بدليل بص الانتخبات عاملت ازاي ها لأ يعني بدليل ومش عايز اقولك استقبال زي ما انت بك كنت بتقول يا كابتن صالح اخط من كلامك استقبال العاملين داخل نادي الزمالك والموظفين داخل نادي الزمالك يا كابتن جمال حتى ورفع المرتبات المرتب مرتبين تلاتة كمان كمان التالت جهة اوه ويه بقى واري الحوافز والعيد والاعياد ورمضان ده 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 يعني اقولك ايه بس لا اقول بس يعني يعني لا حاج جميلة يعني في رمضان طبعا تكلف فيها يا جماعي مكافأة مش كده فلوس ايوه وفي العيد ايوه الناس دي العشرة ليه تفرم اي منازمة الناس البسيطة الغلابة ديت بس اننا